السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما هي اهم فوائد اللبن الرايب ان تناول اللبن يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن الكرشي يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله في الليل او قبل النوم يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات وافضله لذلك ما كان غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في حين ان الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من انتاج انزيمات منتجه للدهون غذاء علاجي فاعليته في تقليل الاصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي قدرته على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مقاومته للالتهابات الطفيلية البروتين الموجود فيه يستطيع خفض ضغط الدم يتوفر فيه الفيتامينات الضرورية للحياة باء واسد فصل باء اثنان فصل باء ثلاثة فصل باء خمسة فصل باء ستة فصل باء واسد اثنان فصلة فصلة كتتركز فائدة اللبن في مادة اللكتوز باشيلس وهي مايكروب ميكروسكوبي الحجم يهاجم الكائنات غير المرغوب فيها وهي لتطهر الامعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضرة بها يعد من الاطعمة سهلة الهضم فهو اسهل من الحليب يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو انسب طعام للمسنين ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية باذن الله لانه يزيد المناعة وقدرة التحمل ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية يؤخر اعراض شيخوخة وترتيب البشرة ونظارتها وجمال العينين لمن داوم على اكله خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخة يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الاجهزة من الامراض يقوي المعدة ويقطع الاسهال ويخصب البدن ويسكن الحرارة يطلف العصبات القولونية في المعدة والامعاي مفيد في حالات التهاب الكبد والكليغ وضعفهما وتخمرات المعدة حيث انه طارد للغازات يدر البول ويكافح الحصف المثانة والكلي ويذيب الرمال مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهني يهدئ الاعصابة لا تكب الماء الذي يرافق اللبن زلال اللبن ففيه علاج لترسبات الكلاة اشتركوا في القناة